من يومين هيك كنت عبالي وحاس اني مكتئبة تعرفوا هذا الجو اللي لهو صيف ولهو شتاه لهو خريف ولهو ربيع يعني ما بعرف بصراحة كان الجوعا جد غريب لدرجة اني مو حاب اعمل اي شي ويعني خلص حتى اكل ما بدي احضر المهم قمت فتحت الفريزر لحتى هيك اشوف شي سريع اعمله لقيت عندي بالفريزر صدور الدجاج انا كنت متبلتهم قبل تتبيلة شش طوء وهلا رح اقولكم على التتبيلة بالتفصيل وزادة عندي منها فحطتهم بالفريزر لقيتهم هيك كأنهم نزلولي من السماء بصراحة كتير انبسطت ولتخليني اطلعهم واعمل فيهم هيك شي سريع ويكون طيب المهم صدور الدجاج عندي كنت متبلتها ناعتها باللبن وشوية من سلسطة الطماطم كمان عندي بهارات السزون بهارات الدجاج لو بهارات السزون مو متوفرة عندكم استخدموا بدالها بهارات البطاطا هاي اللي بتيجي لونها اورنج كتير 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 فتطلع طيبة شوية من البهارات المشكلة وكمان شوية من الخل قلبتهم فيهم بشكل ممتاز ونقعتهم طبعا عندي هدول الصدور لهم شهر منقوعين لانهم كانوا عندي بلي فريزر فالنكحة بتشاهل كمان هون عندي شقفة فصلة كمان كانت بالتلاجة استخدمتها صراحة لانه انا ما كان مودي اني اعمل اي شي بصراحة وبيدي كل شي سريع بالمفرمين ما حص من التوم فرمتهم ناعم جدا جدا لانه انا ما بدي نكهة البصل والتوم تكون ظاهرة بشكل قوي انا بس بدي اعطي نكحة واقلب الدجاج فيهم لهيك فرمتهم كتير ناعم هلأ هون على الغاز رح اقلب البصلة بشوية من الزيت النباتي لحتى هيك تتدبل تاخد لون خفيف متل ما عم بتشوفوا الفرم عندي كتير ناعم متل ما قلتلكم هلأ هون وقت اخدت لون رح انزل عليها شرحات الدجاج طبعا انا قطعت صدور الدجاج شرحات اللي هو شش طوء قطعته شرحات لحتى اعمل فيه الساندويتش قلبته بشكل سريع بعدين رح اغطي ورح اتركه لحتى يستوي تماما طبعا اكيد ما بياخد وقت طويل يعني بينضج خلال فترة قصيرة وهون عندي الدجاج بعد ما هيك اخد تقريبا 80% من الاستواء حبات اني انزل علي دورة متل ما قلتلكم انا ما بدي اي شي غلبني كان بهذاك الوقات يعني استخدمت بس الدورة بامكانكم اضيفوا اي شغلات انتو حبينها او اي خضرة انتو حبينها بس انا يعني باعتقادي انه الدورة قطية بشي معو رجعت غطيت وتركته هيك لحتى تنشفت ميته تماما واكيد لازم تتركوا الخلطة انها تبرد ابدا ما تستخدموا هوية ساخنة هلأ هون عندي الخبز المكسيكي او التورتية دهنتو بشوية من المايوناز وضعت عليه من الخلطة مع شوية هيك من شرايح الخاص والجبن اكيد لحتى تمسك المكونات وكمان الجبن لا يعلي عليها بامكانكم تستخدموا الموزاريلا كمان بتكون طيبة معو لفيتها بهذا الشكل وهيك عندي صاروا اللفات جاهزين هلأ بالصينية رح ادهنها بشوية من الزيت النباتي لحتى انه انا بدي احمسهم شوي يعني بدي اياهم يطلعوا شوي من الخارج ام ارمشين ما بدي اياهم يضلوا مثل العجين ورجعت دهنتهم كمان من الاعلى بالزيت النباتي دخلتهم على الفرن حمرتهم من الاعلى لحتى ياخدوا اللون اللي انتو بتحبوا انا كعم بدي اياهم ياخدوا اللون البني لانه بدي يكون فيهم شوية ارمشة وقلبتهم على الوش الثاني وكمان الرعا تحمرتهم اسمعوا الصوت انا ما احكي لكم الديل ارمشة كانت بتشاهي طبعا الحشوة بتجنن وشفتوا كيف بكل سهولة وبسرعة كتير ساويت هالساندويشات حتى خبز التورتيك كان عندي وما كنت عارفة شو بدي اعمل فيه كان عندي بوائي منه طلعوا كتير 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 طيبين بنصحكم كتير انكم تجربوهم لانهم سهلين طيبين وبجننوه طبعا اكيد بامكانكم تقدموها بجانب البطاطا بس انا كتفيت بهاي الطريقة لانه لا بدي اقلي ولا بدي اشوي ولا بدي اعمل اي شي ما صدقتوا ان اخلصهم ويكونوا جاهزين ويكونوا ضيفوا عليهم كاتشاب كمان بيعطيناكها بس انا حسيت انه من دون الكاتشاب بيطلعوا اطياب لحتى يبين طعمتهم على المزبوط ولهون بيكون خلص الفيديو لليوم بتمنى يكون عجبكم وانا ان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني مع الف سلامة اشتركوا في القناة